حصلت العاصمة الجزائرية على المركز الثاني عشر في التصنيف العالمي لمؤشر أسعار العقارات حسب موقع نومبيو الأمريكي وحسب ذاتي الموقع سجلت نسبة السعر والدخل الذي يمثل الأساس الضروري الذي يتم به حساب مؤشر أسعار العقارات لقياس إمكانية شراء العقارات 26.67 من بين 299 عاصمة تمت دراستها عام 2019 لتتراجع العاصمة الجزائرية بستة مراتب مقارنة بعام 2018 أين تحصلت على لقب أغلى عاصمة في العالم هذا وترأست عاصمة الجزائر الترتيب الإفريقي في التصنيف مدبوعة بالمدينة المغربية دار البيضاء والمدينة المصرية الإسكندرية لتحتل العاصمة الفنزويلية المرتبة الأولى دوليا متبوعة بعاصمة هونغ كونغ وبين جيرا الصينية للإشارة صنفة الجزائر من بين أرخص المدن في العالم في عام 2019 حيث احتلت العاصمة الجزائرية المرتبة 367 من بين 433 مدينة في تصنيف المدن حسب تكلفة المعيشة في العالم مع مؤشر 33.10 حسب ذات المصدر ترجمة نانسي قنقر